جرميت بنويرا تدخل لدى القيد الصالح وأنا بالفعل بعث لي اليوم أحد الأفاضل باش يأكد لي المعلومة قال لي اللي قلتها قال لي إن أكدها لك دائماً أشكره هذا واحد من الأفاضل اللي يراسلني دائماً والحقيقة أن معلوماته دقيقة دقيقة جداً يعني لأنني دائماً نحاول يكون عندي وقت نراجحها فنلقاها دقيقة فبالت نعتمد على ما يقول فيقول لي هذا هذا الأخونا الفاضل هذا وعلى ما يبدو أنه هو عسكري أيضاً سابق يعني ضابط سابق يقول لي بنويرا كان عنده حق يعني يكتبها لي هو هوا عندك بالفرنسية لكن نحن نترجمها لكم على السريع بالعربي يقول لي يقول بأن في الفيديو قال بنويرا بأن قيد صالح قد أطاح بشنغريحة في 2018 من ناحية العسكرية الثالثة بسبب الرشوة وأن هذا الأخير تدخل لدى بنويرا عند القيد صالح وابو نويرا هو الذي شفع له عند القيد صالح يعني خلاصة يقول لي بالفعل لأنه لو رجعنا لإعلام تلك الفترة فإن في الإعلام تلك الفترة خرج أن شنغريحة قد تمت الإيطاحة به في متى قد تمت الإيطاحة به في 16 عفوا من سجلتها تمت الإيطاحة به في ربما في 16 وقود وأن هذا موجود في جريدة لوماتا جريدة لوماتا بعث لي الرابط واندام بالفعل دخلت للرابط تذكرت أنا عن ذاك لأنه بالفعل أنا شخصيا كنت خرجت وقلت أن شنغريحة تمت الإيطاحة به لكن بعد أسبوعين أو ثلاثة القيناة تعين مسؤول القوات البرية قائد القوات البرية فأنا يومها استغربت قلت إما كانت المعلومة مش دقيقة أو أن حاجة ما كانش صحيحة الآن رجعت لتلك الفترة فبالفعل كان تمت الإيطاحة به بعد ما بدخل قرميت بونويرا والذي اعترف الآن بهذه وصلتنا المعلومة تم تعينه تمت الإيطاحة به في 20 أود 2018 تم تعينه في 16 سبتمبر 2018 في الجريدة الرسمية يستطيعون الناس أن يعودوا للجريدة الرسمية 16 سبتمبر 2018 فيجدوا أن شنغريحة تم تعينه قوات برية بعدما ذكرت مصادر خاصة أو إعلامية من أنه تمت الإيطاحة به في 20 أود وهنا نعرف أن وش قال جرميت بونويرا من أنه تدخل لدى القايد صالح لإنقاذ شنغريحة كان دقيقا وصحيحا خلينا نكمل نعم قلت فالاعتقالات التي تمت آنذاك تمت لمجموعة من الجنيرالات الآن خبرنا بونويرا من أنه كان شنغريحة يريد إطلاق بودواور وإطلاق إطلاق الجنيرال بودواور هو جنيرال آخر ذكروا ولكن إذا أطلقهم معناه يطلق معهم منات اللي هو كان رئيس الدرك قايد قوات الدرك ويطلق معهم آه نعم عبد شريف عبد الرزاق وبودواور يرام في السجن لكن يلقوا بأن المتورطين معهم هما أيضا جنات آخرين فيهم السعيد الباي وفيهم منات على الأقل معهم محتخرين فشنغريحة خاف من السعيد باي لأن السعيد باي داخل السجن قاعد يقول لهم باللي توفيق رهو عدني أنه يطلق صراحي كما أطلق صراح حسان وأصبح عاد إلى المخابرات العسكرية وكما أطلق صراح جبار مهنة وعاد مدير في المخابرات العسكرية وأن توفيق عدني بمنصب نائب وزير دفاع فهذه بالنسبة للشنغريحة غير مقبولة لن يقبل أن يكون عليه مسؤول آخر فوق وظيفته يريد أن يبقى إما هو يصبح نائب وزير دفاع أو وزير دفاع أو لا أحد يصبح الوضع يبقى الوضع كما هو ويقولوا تبون وزير الدفاع وانتهى الموضوع تبون وزير دفاع